السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير مننا يعاني من بطء في الجهاز أحياناً يعني يحس الجهاز معاه ثقيل وهذا من كثرة الاستخدام والتحميلات وغيره طبعاً مو كل حل أن نحن نلجأ للفورمات ففيه برنامج جداً رائع هذا هو البرنامج اللي هو معالجة البطارية بحط لكم رابط التحميل أسفل الشرح البرنامج مجان للأيفون والأيبات أول ما بثبت التطبيق بتمشي بالخطوات العيدية بتأشر الصح بتضغط أوكي طبعاً البرنامج إنجليزي لكن جداً سهل بتيجي عند خيار الممري بيطلع لك هنا قديش أنت مستخدم من حجم الذاكرة العشوائية بمجرد أنك تضغط العلامة الخضرة اللي هي بوست بيبدأ ينظف لك في الجهاز وكذا صار الجهاز أسرع طلع لك إنه شال تقريباً جيجا تضغط وكذا صار الجهاز عندك أسرع هنا اللي هي تنظيف الذاكرة اللي هي حجم حجم الذاكرة العادية مش في الذاكرة العشوائية اللي هو يقصد فيها الرام وفي الذاكرة اللي هي ذاكرة الجهاز اللي هي الملفات المؤقتة اللي تفضل في السفاري وغيره هنا برضو بتضغط كلين أب هنا هذا الخيار بياخد وقت شوي عشان كذا أنا ما هجربه لكن انتوا جربوه والبرنامج جداً ممتاز وبتلاحظ الفرق في الجهاز وبسرعة الجهاز بعد هذه العملية البسيطة كذا نسيت برضو أريكم شيء ثاني هنا بيعطيك حجم البطارية عندك 93% قديش بيكفيك يعني يبغاله 50 دقيقة تقريباً عشان يوصل المية هنا التفاصيل كاملة بيكفيك 20 ساعة و50 دقيقة تقريباً يعني البرنامج جداً ممتاز لا تنسوا تحملوا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهذه مواقع التواصل حقتي